أكدت الحكومة أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025 تركز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم كما تركز على مساندة ودعم نشاط الاقتصادية خاصة قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير إضافة إلى الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وضحت الحكومة أن موازنة العام المالي المقبل شهدت زيادة المصرفات العامة بنحو 29% لتصل إلى 3 تريليونات و 870 مليار جنيه بما يمثل 22.6% من الناتج المحلي للعام المالي المقبل موضحة أنه تم استفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم هذا وأشارت الحكومة إلى تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي خاصة موسى نادة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية وغيرها من المبادرات بإجمالي 40 مليار و 500 مليون جنيه موسى نادة قطاع الصناعة والتعليم